موسيقى عمليةنا لليوم الليزر العلاجي لإتلال الشبكية لأطفال الخداج طفلنا لليوم مولود 28 أسبوع حمل وزنه عندي الولادة كيلو 400 وعمره في الوقت الحاضر أنه أربع أسابيع شهر تقريبا طفلنا تم فحصه بعيادة العيون وتشخيصه باعتلال الشبكية الخداجي المرحلة الثالثة المنطقة الأولى مع وجود بلاس فهذا كان سبب أنه إنتيكيشن لعلاج الليزر للأوعية دموية غير الطبيعية الموجودة عنده حتى نحمي النظر ولا سمح الله أنه فقدان البصر هلأ طبعا إجراء الليزر العلاجي بيتم تحت البنج العام في غرفة العمليات بعد أن يتم توسيع حدقة كل العينين باستخدام قطرات معينة طفلنا طبعا بما أنه مرحلة ثالثة ومنطقة أولى وموجودة بلاس أخذ طبعا أنه 2000-2000 ليزر سبوت بيكل عين يعني مجموعهم 4000 هلأ بعد ما نصح صح طفلنا من البنج العام وطمنا على أموره رح يرجع على وحدة العناية لحتيت الأطفال الخداج في مستشفى المليكة رانيا ورح يتم تقييم الليزر بعد 10 أيام إن شاء الله هلأ بالنسبة لأعتلال الشبكية لدى أطفال الخداج هلأ هذا المرض يصيب شبكية الأطفال بين ولدوا قبل أوانهم شبكية الأوعية الدموية في شبكية العين تبدأ بالتكون بالأسبوع 16 من الحمل تبدأ حوالين العصر البصري ومن ثم تمتد لتصل الأطراف الشبكية فالأطفال بين ولدوا قبل أوانهم نحكي يعني قبل 34 أسبوع حمل أبا وزنهم 2 كيلو فما دون يجب أن يتم فحصهم من قبل أخصائي العيون أطفال حتى نمنع لا سمح الله أنه العمى هلأ صح هذا المرض نسبة كبيرة منه يعني نحكي 90 إلى 95% تم أنه الشفاء من تلقاء نفسه لكن فيه نسبة يحتاجوا لعلاج الليزر لحتى نحمي أنه فقدان البصر اشتركوا في القناة